استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء اليوم معالي سامح شكري وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية رئيس الجانب المصري في اللجنة العمانية المصرية المشتركة والوفد المرافق له وفي مستهل المقابلة تسلم سموه رسالة خطية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية كما نقل معاليه تحيات فخامة الرئيس وتمنياته الطيبة للجلالة وقد جرى خلال اللقاء استعراض للعلاقات القائمة والمتنامية بين السلطنة عمان وجمهورية مصر العربية من طلاقا من روابط الوثيقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين على أسس راسخة مشهدا سموه بأهمية التعاون بين البلدين في العديد من المجالات تناول الحديث خلال المقابلة سبل دعم أعمال اللجنة العمانية المصرية المشتركة وتشجيع المعنيين في كل من البلدين للاطلاع بدورهم في مجالات الاستثمار وإقامة المزيد من المشروعات المشتركة كما تم استعراض عدد من القضايا الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي والجهود المبدولة من كلا الجانبين لدعم استثباب الأمن والاستقرار على الساحة الإقليمية